في إطار منتدى إفران الثالث للتجارة والاستثمار في إفريقيا أكد المشاركون في جلسة حوارية حول الاستقلال وكفاءة الطاقة في إفريقيا على ضرورة اعتماد وسائل ديمقراطية مفتوحة للولوج إلى الطاقة تتم عبر الاستغلال الأمثل لكل الموارد المتاحة والمتوفرة هذه الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان الاستقلال وكفاءة الطاقة في إفريقيا أكدت على عدد من التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الطاقة بالقارة بما في ذلك عدم وجود إطار قانوني في هذا القطاع في بعض البلدان والاحتكار وعدم تحرير القطاع والتكلفة الباهدة للاستغلال المفروض من قبل المهنيين ووجود متأخرات كبيرة في دفع الفواتير اللقاء الذي شارك فيه رجال أعمال ورؤساء مؤسسات عامة بإفريقيا شدد على ضرورة العمل على بناء بنيات تحتية وتجهيزات كبرى للطاقة مستقبلا لتلبية الحاجيات المتزايدة في البلدان الناشئة كما أبرز التجارب الناجحة في القارة والسيمة بالمغرب وأنجولا وتونس وجنوب إفريقيا منتدى إفران المنعق تحت رعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس يشهد مشاركة عدد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من 25 بلدا إفريقيا ومن بين المشاركين في هذه القمة أكاديميون ورجال أعمال من السنغال ورواندا وكود ديفوار ونيجيريا وبوركي نفاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية يتطلعون إلى إثراء النقاش والخروج بتوصيات ملموسة لتحفيز الانبثاق الاقتصادي للقارة ترجمة نانسي قنقر